وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضية حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 638 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 787 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 25 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 720 طن أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط 42 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 901 قضية من بينها 205 قضايا خبز ناقص الوزن و241 قضية خبز غير مطابق للمواصفات